قسم الثالث للقسم الثاني المحاسم متحة السمودي طبعا نائب رئيس نادة بوكر للأسمية واحد من الشخصات الجميلة جدا جدا صاحبت رأي وفكر مستنير للغاية يا متحة بيه مساء الفلو أهلا بحضرتك مساء الخير يا دكتور رهاب ومساء الخير على صدر البلد وعلى الشعب المصر كله خلصت المعسكر بتاعكم النهاردة ولا لسه؟ الحمد لله خلصناه وإن شاء الله على خير بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله نادي محترم يعني لعبين محترمين وجهاز فني على أعلى مستوى بالتوفيق إن شاء الله هذا الصراع الدائر ما بين مؤيد وما بين معارض لشكل المسابعات أين يقع نادي أبو كلا سميرة في هذه الموقع؟ الحقيقة الصراع اللي موجوده وانا مش عايز أطلق عليه لوز صراع لأنه هو زي حرك مولتك كده هي مصالح متضربة تمام وده حق الأندية الدرجة الثانية والثالثة إنها تسعى وراء حقهم أكيد أكيد وطبعا كلهم كلهم بالكامل عايزين مصلحة الكرة المصرية نعم وإحنا مقتنعين تماما كابولي الأسمي ده إن اتحاد الكرة الحالي اللي موجود كله بالكامل بيسعى لتطوير الكرة المصرية أي تطوير موجود لازم يكون فيه شوية عرقيل شوية مقاومة لكن المقاومة هدفها المصلحة العام أكيد إحنا كابول الأسمي ده يعني قولا واحدا مع التطوير تمام ومع دور المحترفين لأن ده اللي هيتطور الكرة المصرية أنا بقال بطرة كبيرة جدا وافين على سلمة واحدة لكن عشان نسعد السلمة الثانية في مصالح متضارب تمام أعتقد اتحاد الكرة بالقيمة والقامل اللي فيه كلهم بالكامل بيسعوا إنهم يحلوا المعادلة دي تمام المعادلة دي والمجموعات اللي قاعدت في المنصورة واللي قاعدت في الفاهرة قاعدة عشان حاجة واحدة بس يحشوا إن فيه تضارب في القانون في اللوايح يعني في اللوايح طبعا في اللوايح تمام يعني هي مصلحتهم إنهم يقروا يقروا اللي هم عايزينه هذا الشكل بما يتناصق مع اللوايح الخاصة بالاتحاد المصر مش حاجة من كده الحاجة الثانية أنهم يضمنوا حقهم يوصلهم من اتحاد الكرة تمام طبع إزاي هنضمن من اتحاد الكرة حقهم لازم نسوي المجموعة المجموعة اللي الثمانتاشر دو تمام تمام هنسواها إزاي لازم عن طريق مجموعة قوية الناس كلها تتخرج عليها زي الحاجة سعد مقال ده هيؤدي إلى أن الناس كلها تشوف الدرجة التانية تشوف اللعيبة هيحصل فيه تطوير في الأداء هيحصل تطوير في في ال الاختيارات اللي هتبقى للمنتخب مصر مش هتبقى قصرة بس على المنتد ألف تمام إن ده هيسر الرياضة المصرية نحن كأول الأسمدة دائما مع تطوير لكن أنا بقول لساتك يا دكتور هاب التطوير دائما بيبقى فيه بعض المقام لكن نتمنى التوفيق لتحاد الكرة بما فيه صالح الكرة المصرية وأعتقد إحنا من أول اجتماع بنقول يا جماعة أوئير مع التطوير تمام أشكرك شكرا جزيلا بحسن مدحة سامودي نائب رئيس نادب وكيد للأسمير طيب